وانا كنت انتظر ان سمحت سيد مقتدر الصدر يرجع الى الحنانة لكي اوجه رسالتي لان اهالي سامراء الكرام حملونا امانة اليك يا سمحت السيد ابو هاشم اهل سامرة عدهم اكثر من 1300 مختطف ومغيب بس هم ضعنا راح نصير مثل مثل ذياب العجيلي اللي كان وزير التعليم العالم هو هم من صلاح الدين هسه انتهت الامور كلها وصافية كلش وبس اذياب العجيلي يفكرنه شي سميهم مختطفين لو مغيبين احنا هم ضعنا شنسميهم مختطفين لو مغيبين فاكثر من 1300 مختطف من اهالي سامراء والملاطق المحيطة بيها يا سمحت السيد مقتدر الصدر منه اللي اختطفهم الشون اختطفه الناس تدور على اولادها والامات تدور على ابناها شوفهم نوزك شوفوا حتى سوحت السيد لما يوصل لهم راح عيد لياباتر الناس اللي تعرف اولادها وين وكلتك انت امام الله ان انت تكون وكيلهم امام الحكومة وامام مجلس النواب بمن يمثلك في البرلمان او في السلطات التنفيذية ارجع للزمن المخرج وين اولادهم وهذا ايضا الرسالة الى سرايا السلام اللي حبوها كل اهل سامراء كقيادة عراقية فاعلة وشباب واعي ومجاهد من اجل العراق ان يكون لهم دور وين دولا اخذوهم اخذتهم الحكومة اخذهم صباح الفتلاوي اخذهم نور المالكي اخذهم هاد العامري اخذهم قيس الخزعلي هاي دعوة اليك اه سمحت السيد وراح انكرركها باشر يكون اليك دور في هذا البوضوع اشتركوا في القناة